بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أحبابي طلاب الصف الأول أسأل الله تعالى أن تكونوا بأحسن حال ماذا ترون أمامكم في الصورة؟ أحسنتم يا أبطال أغسل يدي بالماء والصابون قد تعلمنا يا أحبابي أن ديننا الإسلام يعلمنا آداب كل شيء ويعلمنا الأفعال الطيبة الحسنة وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم بعض الآداب التي علمنا إياها ديننا الإسلام سنتعلم بعض الآداب التي نفعلها عندما نريد الأكل وعندما ننتهي من الأكل وبعض الآداب التي نفعلها إذا دخلنا البيت وإذا خرجنا من البيت ماذا يفعل هذا الغلام؟ ممتازون يتناول الطعام بأي يد يمسك كوب العصير؟ ما شاء الله عليكم بيده اليمنى هل تعرفون ماذا يقول؟ ممتازون يقول بسم الله تعالوا معي نقرأ العبارات أغسل يدي قبل الأكل لكي لا تدخل الجراثيم إلى بطني وأنا آكل العبارة الثانية آكل بيد اليمنى هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نفعل لكي لا يأكل معنا الشيطان العبارة الثالثة أقول عند الأكل بسم الله ثم أدعو اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ما هذا؟ أين ذهب الطعام؟ هل تعرفون أين ذهب الطعام؟ أحسنتم صار في بطن الولد الآن وبعد أن انتهى من الطعام ماذا ترونه يقول؟ ممتازون يقول الحمد لله تعالوا نقرأ العبارات بعد الانتهاء من الطعام أحمد الله وأقول الحمد لله ثم أدعو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين أغسل يدي بعد الأكل بالماء والصابون وأنظف أسناني والآن يا شباب ماذا يفعل هذا الولد الذي أمامكم؟ أحسنتم يدخل إلى البيت لقد علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نذكر الله سبحانه وتعالى وندعوه عند دخول البيت وعند الخروج من البيت فعندما ندخل البيت نقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا وعندما نخرج من البيت نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب يا شباب دعونا الآن ننتقل إلى تمارين الكتاب مباشرة التمارين والأنشطة السؤال الأول أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة الكلمات خرجنا توكلنا ولجنا الدعاء بسم الله أحسنتم يا رائعون ولجنا وبسم الله ما شاء الله عليكم خرجنا وعلى ربنا أحسنتم يا أبطال وعلى ربنا توكلنا ننزل إلى المستطيل الثاني الكلمات حول الله قوة الدعاء بسم أحسنتم يا أبطال بسم الله وعلى الله توكلت على الله ولا ما شاء الله عليكم ولا حول ولا أنتم أذكياء جدا ولا قوة ولا قوة إلا بالله المستطيل الثالث الكلمات بسم الله الحمد لله العبارة الأولى عند بدء الطعام أقول أحسنتم بسم الله العبارة الثانية العبارة الثانية عند الانتهاء من الطعام أقول ما أروعكم الحمد لله السؤال الثاني أصل الجملة بالصورة المناسبة الجملة الأولى اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بأي صورة نصلها أحسنتم يا رائعون بصورة الولد الذي يريد أن يأكل الجملة الثانية بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ممتازون ورائعون بالصورة الأولى صورة الولد الذي يخرج من بيته الجملة الأخيرة بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا بقي لها صورة واحدة وهي صورة الولد الذي يدخل بيته هكذا يا أحبابي تكون حصتنا لهذا اليوم قد انتهت جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته